أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة خمسة مليارات دولار أخرى من الدفع الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات وذلك بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على السحل الشمالي الغربي لمصر وفي بيان لها أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن اجتماع الدفعة الأولى للصفقة بشكل فعلي وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بتسلم خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لافتا إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري مع حصول مصر في غضون شهرين على المبلغ المتبقي